اشتركوا في القناة هل ممكن يلحاول اهل في تنزانيا هل التوقيت هيبقى دايق جدا لان في الرحلات السفر هتبقى بعيدة فما يلحاولش ماتش سيمبا احنا النهاردة هنحاول نطمئنكم قدر الامكان بالاخبار اللي عندنا عشان الناس تطمئن على حالة الفريق واستعلاد اللاعبين الاجانب تحديدا لمواجهة سيمبا في افتتاحية السوبرليج اولا بيرسي تاو النهاردة قم تأتيت الاتصال مع المسؤولين في جنوب افريقيا بخصوص امكانية عدم ضم بيرسي تاو لمعسكر منتخب جنوب افريقيا النهاردة هيتم الاعلان رسميا على عدم انضمان بيرسي تاو لأسباب هيعلنها اتحاد جنوب افريقيا في المساء لكن تأكد ان بيرسي تاو لن يكون موجود مع منتخب جنوب افريقيا في المعسكر القادم النهاردة صحف كتيرة جدا في جنوب افريقيا خاصة صحيفة التايمز كتبت ونشرت ان بيرسي تاو لأسباب شخصية مش هيكون موجود مع منتخب جنوب إفريقيا حبيت استقصد تفاصيل روحت للمسؤولين في اتحاد جنوب إفريقيا أكدوا لي فعلا أن بيرستاو خرج من المعسكر مش هيكون موجود والأسباب هيتم إعلانها رسميا مساء اليوم فده أول لاعب تاني لاعب علي معلول علي معلول عنده مباراتين ودياتين مع تونس وتحديدا المباراة الأخيرة هتكون مع اليابان في توكيو طب علي معلول هار يرجع القاهرة ولا هيطلع على تنزانيا الترانزيت هيبقى كم رحلة رحلتين ثلاثة يوصل على المباراة يوصل قبل المباراة تأكدت الحمد لله بعد التواصل مع جهات عديدة سواء في الاتحاد التونسي سواء في شركة الدور الإفريقي علي معلول هيصل تنزانيا قبل وصول بعثة فريق النادي الأهلي يعني بعثة النادي الأهلي تصل مساء يوم الأربعاء 18 أكتوبر علي معلول هيصل صباح يوم الأربعاء 18 أكتوبر إلى تنزانيا وبالتالي هيسافر دايركت من توكيو على تنزانيا ويتخلى للرحلة رحلة ترانزيت واحدة بس وبالتالي الرحلة قد تصل لحوالي 19 أو 18 ساعة سفر ولكن بدل ما يكون فيه أخطر من رحلة ترانزيت وبدل ما يوصل في 48 ساعة هيوصل في 24 ساعة فبالتالي هيوصل صباح يوم الأربعاء قبل وصول بعثة الأهلي اللي هتسافر إن شاء الله يوم الأربع إلى تنزانيا أليو ديانج منتخب مالي عنده مشكلة شواف معسكر أكتوبر الحالي أول مباركة يوم 13 أكتوبر تم إلغاءها وبالتالي ما عندهمش غير مباراة واحدة المباراة الثانية حتى هذه اللحظة مش مؤكد سفر أليو ديانج للمعسكر أكيد ولا مش أكيد وحتى لو سافر يلعب في معسكر البرتغال هيرجع من المعسكر البرتغال على القاهرة ويسافر مع الفريق إن شاء الله يوم 18 فما فيش مشكلة في موضوع أليو ديانج نجوم النادي الأهلي اللي موجودين في منتخب مصر هيلعبوا مع الجزائر يوم 16 يرجعوا صباح يوم 17 ويسافروا مع الأهلي يوم 18 عموماً الأهل هيوصل تنزاني يوم 18 وقوام البعثة بالكامل هيكون مع مرسل كولر مش هيستنى حد وساعتها بقى يقدر يعمل الاستشفاء والإجراءات الخاصة بتأهيل اللاعبين قبل مباراة سيمبا يوم 20 دي أبرز الأخبار والكواريس المتعلقة بين اللاعبين الأجانب وتوقيتات صفرهم إلى تنزانيا مع البعثة أو اللحاق بالبعثة خلال الفترة اللي جاية ونتمنى التوفيق رب المرسل كولر والجهاز الفني في التعامل مع هذه المباراة الصعبة طيب ماتش سيمبا